تحت شعار لا أملك سلاحا ولا مالا ولكن أملك دما لأتبرع به إذا جاءت هذه المبادرة الإنسانية من قبل شباب اتحاد تحالف الجامعيات من أجل الوطن بهدف التبرع بالدم لصالح الجنود الجرحى الذين أصيبوا في الهجوم الإرهابي لجماعة بوك حرام على قاعدة بركرم فلذلك فقد بادر الاتحاد بهذه العملية النبيلة لأجل التبرع بالدم الذي يساهم في إنقاذ حياة المصابين وعليه فقد عبرت المتحدثة بأسم تحالف الجامعيات السيدة فتحية يوسف أوضحت على الأهمية القيمة التي لا تقدر بثمن التجمع هذا سويا خاصة لكل شيء يأتي طريق الذي نكون نحن نبادر بكل ما نستطيع إليه وفي كلمته الأمين العام لاتحاد تحالف الجامعيات يوسف عثمان إدريس تحدث عن أهمية هذا التبرع الذي يندرج ضمن مساندة جنودنا البواسد الذين ضحوا من أجل الدفاع عن الوطن لا ينضحوا من أجل الدفاع عن الوطن ولكن نضحوا من أجل الدفاع عن الوطن والجدير بالذكر بأن هذه المناسبة تعتبر مناسبة قيمة لتقديم الشكر لجميع الجرحة من قوات الأمن والدفاع الذين يدافعون عن الوطن والمواطنين